اشتركوا في القناة ومتسجل على الاسطوانات الصغيرة التي هي من أول أنواع الاسطوانات الموجودة المشكلة في هاي الملف أن الملف الأصلي هو MP3 الملف اللي أنا استلمته هو من نوع MP3 وليس من نوع الوايف في الحالتين أصلا المصدر ما كان جودته عالية فما رح تفرق بس عارتنا أن إذا نبينا نظف هاي النوع من الملفات يفضل أنها تكون الصيغة موجودة على طريقة واف لأن الواف يعطينا معلومات أكثر حق الملف الصوتي ونقدر نحن نتحكم فيه بشكل أفضل أوكي حنخلوني يشغل ملف هاي لقدامكم نسمعها الأول وبعدين رح نقرر شنو رح نسوي فيه وهل تريد أن تعرف بعض من لقيت أو بعض من فاجل؟ والله أنا بحب أسأل لأنه أي شاعر فيهم أعجبك من التقيتهم أكثر واحدة لا أما هذا سؤال صعب أما هذا سؤال صعب أوكي شايفين طبعاً بايد عندنا نويز في الموضوع بس طريقة المفضلة اللي هي الـ الـ ميزة أنه من خلاله أنا أقدر أحدد مساحة معينة وهو هاي المساحة يقدر أنه يتعلمها أو يتعلم الألغوريثم اللي موجود فيه يتعلم شنو هاي الصوت الموجود وبعدين لنا أقول لها أنا أنه أبي أشيل هاي الصوت بالذات من بقية الملف الصوتي بطريقة الذكاء الاصطناعي أو اللي هي Artificial Intelligence رح السوفتوير يشيل هاي النويز اللي أنا اخترتها من بقية التركات فأول شي أبي أسوي أني أنا أتشوف محل فيه هاي النويز بشكل واضح ما يكون معا يعني صوت الـ أو الصوت اللي نحن نبين خليه أعتقد هنا في المسافات الفاضية أوكي يعني عدنا هنا مثلا هاي مساحة أوكي ممكن أنا أختارها في طريقتين ممكن أنا أسوي Adaptive وإذا سويت Adaptive ما يحتاج أن أنا أختار لمكان وخليه يطبق لا الـ Adaptive بروحها رح يمشي معه الترك كامل وبروحها رح يقلل من مستوى المكان اللي أنا اخترته فخلوني أحين مثلا أقول لها Learn رح يتعلم النويز الموجود في المساحة وعطاني الكيرف قال لني عندك هاي المستوى من النويز إذا خليت Adaptive رح يختفي الـ Option مع الـ Learn وبروحها رح يتعلم والترك شغال شنو النويز ورح يخفي خلينا نبروحيكم الطريقتين أوكي طريقة الأولى رح أنا أسوي Learn فعرفوا هو هنا شنو النويز ممكن أنا حين أختار الترك كامل وقل له Render أوكي حين خلص الـ Processing خلينا نسمع شنو سوى بعض من لقيت أو بعض من فاجل والله أنا بحب أسأل لأنه أي شاعر نشوفوا شلون الصوت كان من قبل بعض من لقيت أو بعض من فاجل والله أنا بحب أسأل لأنه أي شاعر فيهم أعجبك أوكي يعني معقول بس لحين تحسون فيه شوية نويز خلونا نجرب نروح الخطوة لقبلها قبل ما نسوي الـ Spectral D-Noise رح نجرب نفس الشي Spectral D-Noise ولكن هذه المرة بنختار الـ Adaptive Mode الـ Adaptive Mode بروحها راح يسمع اللي موجود ويقرر منه من نفسه شنو الـ Settings اللي مفروض يكون أوكي بعض من لقيت أو بعض من فاجل والله أنا بحب أسأل لأنه أي شاعر الـ Adaptive شكله أوضح من ناحية أنه يبين الصوت بشكل أفضل ويخفي الـ Noise بشكل أقوى فراح نستخدم الـ Adaptive Mode فنختار التراك كله ونقول له Render أوكي أحين نخلص وتلاحظون أنه النويز صار يعني مستوى Wide Nozzle أكثر من الطريقة الثانية اللي احنا جربناها قبل شوي اللي احنا اخترنا جزء معين وخلينا الـ Selection يكون على هاي الجزء وطبقناه على التراك كله خلونا نسمع بس مقطع بسيط كلهم لهم حقوق يا أخي أين ورثامل واجهره ورثامل واجهره أوكي أحين فيه شغلة ثانية يابع سويها الـ Channel اللي عندي اللي هو Left Channel مستوها أقل من Right Channel فأوش أبساوي أنه أنا أعدل مستوها وعشان أعدل مستوها رح أختار هني تحت الـ Utility بختار Mixing عندي إحنا قلنا Left Channel يابعي لها تضبيط فممكن أنا أرفعها شوية ممكن نخلي يوصل لها المستوى فبساوي لها رندر وإذا شفتم تقريبا متساويين رح أخلي وإذا لا ممكن نعدل بعد شوية فيه نسمع حين كلهم لهم حقوق يا أخي أين والخامل وجهلة أين والخامل وجهلة إنما الإنسان إذا استشهد بقول فلان مهو إعراضا عن الثاني ولكن هذا أوكي هذه كانت الخطوة الثانية أحين نحق الخطوة الثالثة وهي استخدام الإيكيو استخدام الإيكيو جدا مهم هنا لأن مثلا أنت شايفين الفريكنسيز الموجودة مو واضحة كلش فيه أشياء وائد مخفية لازم نحن نطلعها وفيه أشياء بعد يبيلها شوية إخفاء زيادة أنا عندي من قبل هاي ستنج نجب أن تساوي كتمبليت حق هاي النوع من التسجيلات شاهل جزء كبير من الفريكنسيز تقريبا من 60 هرتز وتحت وعدنا هنا طبعا شوية تنزيل حق تقريبا 2 دي بي إلى الفريكنسي من تقريبا حدود المية وثمانية ولو تلاحظون هاي كلها منزلهم هني لأن مشكلة التسجيل الأصلي ما في أصلا معلومات كافية في الفريكنسيز فحاولت أن أنا عدل فيهم شوية ولو تلاحظون هني عندي ما بين الخمسة ونقطة ستة اللي هو تقريبا ما بين 2 كيلو هرتز إلى 6 كيلو هرتز حتى تقريبا من 15 كيلو هرتز مرفع من الفريكنسيز شوية خلونا نجرب هاي ستنجز على التسجيل ونشوف شنو يطينا كلهم لهم حقوق يا أخي والكامل وجه الله الكامل وجه الله إنما الإنسان إذا استشهد بقوله فلان مهو إعراضا عن الثاني ولكن هذا الذي مر على دهني استشهده وإلا كلهم كلهم فيه مبركة إن شاء الله كلهم أقطار العربية يا أخي الله سبحانه وتعالى منزل شكرا أوكي هذا الإيكيو عطاننا الفريكنسيز بطريقة أفضل ولو لاحظت وهنا هو كان على الديجيتل حولت على الأنالوج لأنه حسيت الأنالوج راح يعطينا نتائج أفضل فأقول رندر سوى رندر على التراك اسمع حين شون صار كلهم لهم حقوق يا أخي والصامر واجهر والصامر واجهر نشيل Adaptive Mode ونقول Learn واختار التراك كله وقول render ياخذ لها شوية وقت أوكي حين صارت المسافات اللي بين الجمل تقريبا ما فيها أي صوت بالمرة لازم نجرب ترى يا جماعة لأنه ممكن هاي الشي يخرب على الصوت الأصلي يعني فدائما مع كل خط وإحنا نسويها كل خط وهني في الهيستوري اللي تشوفونا هني في الار اكس لازم نجربها ونسمعها عدل عساس أنه ما نخرب على شي كنا نسوين من قبل خلنجرب حين كلهم لهم حقوق يا أخي والكامل واجهر إنما الإنسان إذا استشهد بقول فلان حلو فأحين صارت المسافات عندنا بشكل أهدى لو تلاحظون ما بين الجملة والجملة ما في وائد وش وإلا كلهم كلهم فيه بركة إن شاء كلهم أوكي فيه خطوة أخيرة حين حبيت أن أنا سويها ألا وهي أن أنا أرفع من مستوى الصوت كامل فأروح حق الگين أسوي كلك عليه والگين الأصلي هو بيكون على الزيرو فأنا أزيد تقريبا 5 دي بي لأن لو لاحظنا هني تحت البيك قاعد يوصل لي في حدود مينس تسعة يمكن لو تشوفون هني يعني تقريبا حتى أقل من مينس تسعة يمكن نوصل مينس تن فالتارجت مالي هو المسافة الموجودة ما بين مينس سكس ومينس ثري هاي اللي هي السويت سبوت فنقول نحن بنزيد عليه شوية على الجين يعني جرب ما بين 5 و 6 دي بي زي هذا حين ممكن شوية كون too much خلنا اسمعه إنما الإنسان إذا استشهد بقول فلان مه إعراضا عن الثاني ولكن هذا الذي مر على دهني استشهد وإلا كلهم كلهم في انبركة إن شاء الله كلهم شايفين حتى صارت الكلمات اللي يقولها حتى لو مستوى الصوت فيها منخفض صارت أفضل إحنا تقريبا شي دي خلصنا يا جماعة ولكن أحيانا في حبيت نقطة أقول لكم إياها هني ممكن بعد تكون يعني كمعلومة أضافية هاي النوع من التسجيلات ساعات يكون فيهم مشكلة الريفرب فإذا كان هاي النوع من الملفات أنت قاعد تشتغل عليه جرب تخلي شي اسمه دي ريفرب أو دي فرب هاي شغلة إنه يشيل الصد اللي موجود في التسجيل نفسه بجرب أسوي بريفيو وبعد في النصب أسوي باي باس أصلا تسمعون الفرق مهو إعراضا عن الثاني ولكن هذا الذي مر على دهني استشهد وإلا كلهم كلهم فيه انبركة إن شاء الله كلهم أقطار العربية يا أخي الله سبحانه وتعالى منزل شكم على السنة العرب راح أخلي الريداكشن إلى 1db بدلا ما هو 0.8 لو تلاحظون احين خفف شوية من الصدر الموجود في المكان فصارت الكلمات جدا أوضح بسول رندر على التراك كلها صارت النتيجة النهائية يا جماعة بهاي الصورة خلنا اسمعها من بداية وهل تريد أن تعرف بعض من لاقيت أو بعض من ساجل والله أنا بحب أسأل لأنه أي شاعر فيهم أعجبك من اللي انتقيتهم أكتر لا أم هذا سؤال صعب هذا سؤال صعب أوك خلونا نسمع الفرق أوك ما بين أول نسخة من الملف لا يكون رجحني وهل تريد أن تعرف بعض من لاقيت أو بعض من ساجل والله أنا بحب أسأل لأنه أي شاعر فيهم أعجبك من التقيتهم أكتر أم هذا سؤال صعب هذا سؤال صعب أوك نسمع حين بعد ما سوينا التعديل اللي هننبيه وهل تريد أن تعرف بعض من لاقيت أو بعض من ساجل والله أنا بحب أسأل لأنه أي شاعر فيهم أعجبك من اللي موجود عندنا شرايكم تجربون دورون في المكتبات الصوتية اللي عندكم أو في الأشلطة الكاسيت اللي موجودة عندكم في بيتكم أو في بيت أهلكم وجربوا وطلعوا التسجيلات هذه وحاولوا تعدلون فيها وحب أسمعها شاركوني أي ملاحظات أو أي أسئلة عندكم من خلال كتابتها في قسم التعليقات في هاي الفيديو وإذا حابين تتعلمون أكثر عن الهندسة الصوتية رح أخلي رابط دورة الهندسة الصوتية المجانية في وصفها الفيديو أتمنى لكم داوم الصحة والسعادة لا تنسون تعطونا لايك والسبسكرايب وشوفكم إن شاء الله في حلقة قادمة